محتار و بتفكر الاسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان معاك حق طيب ايش رايك في عنوان واحد موتورسوق الاهدف والاكبر والاشق موتورسوق سيارتك واحتياجاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدين ومتابعين قناة سعودي أوتو نستعرض معكم اليوم سيارة جديدة تنتمي لقلعة صناعية ألمانية عالية التقنية والدقة والخصوصية معنا اليوم سيارة عملية رياضية جديدة تنتمي لعائلة الفئة كيو من أودي هنقدم مع بعض وقت طيب ومفيد ونستعرض معاكم السيارة الرباعية الدفع أودي اس كيو فايف آخر طراز كشفت عنه أودي كسيارة فاخرة لأسواق الشرق الأوسط نعم أودي اس كيو فايف سيارة عملية رباعية الدفع لكن نقدر نقول أن هذه السيارة تجمع بين الطابع الرياضي لفئة السيدان مع الطابع متعددة لاستخدامات لسيارات الاس يو في وبتحمل في كل تفاصيلها معايير أعلى من فئتها سواء من حيث قابلية الاتصال أو الكفاءة أو أنظمة مساعدة السائقة طبعا من أول نظرة على تصميم أودي اس كيو فايف هنلاقي تصميم رياضي من خلال الخطوط التصميمية البارزة شبكة تهوية الأمامي بيجي بإطار أوحادي صلب والواجهة ككل تصميمها كثير جذاب مع مراعاة أعلى معاييرها الانسيابية الأضواء الأمامية بتعمل بتقنية LED ولما نشوف جوانب السيارة هنلاقي خط الكتف المنحني بيعطي السيارة مظهر متين موحي بالمتانة وهنا نشوف أقواس أو الانتفاخات على العجلات بارزة بقوة اللي تشير على وجود نظام كواترو للدفع الرباعي الدائم نروح للواجهة الخلفية اس كيو فايف هنلاقي الخطوط الأفقية في الخلف بترسم صورة للملامح العريضة والبارزة للسيارة كمان الأضواء الخلفية بتجي مع مؤشرات انعطاف ديناميكية اختيارية لكن الباب الخلفي هنشوف أنه بيلتف حول الدعائم الطويلة وهذه سمة نموذجية لطرازات كيو من أودي وطبعا أسفل الصدام هنلاقي فتحتين للعادم بشكل جذاب حقيقي أودي كتير كانت كريمة مع سيارتها اس كيو فايف لما منحتها 12 لون متميز للهيكل الخارجي بالأضافة لألوان أودي الحصرية سنوات قضعتها أودي لتطوير السيارة اللي بين يدنا اليوم بهدف أنه تيجي بنقاط فارقة مقارنة بالطراز السابق مع اس كيو فايف زادت كل بعد السيارة الجديدة تقريبا وكمان تم تخفيض الوزن بالاعتماد على المحرك بالنحو يصل إلى 90 كيلو جرام تقريبا كمان تتفوق سيارة الاس كيو فايف الجديدة على جميع الطرازات الثانية في فئتها خاصة في الانسيابية والسيارة بتتميز بانخفاض مستوى ضوضاء الرياح بصورة استثنائية كمان توفر قدر كبير من الراحة في مواجهة الاهتزازات ومن بين الابتكارات اللي بالسيارة كل من نظام كواترو للدفع الرباعي مع التكنولوجيا الفائقة والمحرك ذو الكفاءة العالية ونظام التعليق المزود بوحدة تحكم بالمخمدات إلى جانب عدد كبير من أنظمة المعلومات والترفيه وأنظمة مساعدة السائق نتكلم عن صندوق الأمتعة شكله عملي بشكل كبير وساعته تتراوح بين 550 و 610 لتر حسب وضعية المقعد بالنسبة للقوة الدافعة للسيارة أودي اسكيو فايف فهي تنطلق في أسواق الشرق الأوسط بمحرك تي اف اس آي بيجمع بين القوة والكفاءة ساعة المحرك 3 لترات وبيولد قوة حصانية 354 حصان وعزم دوران ثابت 500 نيوتن ميتر عند دوران المحرك بين 1370 إلى 4500 دورة في الدقيقة اسكيو فايف بتتسارع من حال الثبات إلى 100 كم في الساعة في غضون 5.4 من 10 ثواني فقط ومن ثم الوصول إلى سرعة قصوى تم تحديدها إلكترونيا عند 250 كم في الساعة وبتستهلك محرك الاسكيو فايف ما مجموعه 8.3 من 10 لتر من الوقود لكل 100 كم أي ما يعادل 189 جرام من إبعاثات غاز ثاني كسيد الكربون لكل كم بالنسبة للطراز الاساسي كيو فايف فهو مزود بمحرك تي اف اس اي سعة لترين وهذا المحرك خضع لعمليات تطوير إضافية بقوة تبلغ 252 حصان إلا أن استهلاكه للوقود يقف عند حد 7.2 لتر من الوقود لكل 100 كم أي ما يعادل 154 جرام من إبعاثات غاز ثاني كسيد الكربون لكل كم ناخل الحركة في او دي اس كيو فايف 8 سرعات ناقل متطور جدا بيحول بكفاءة كبيرة الطاقة الجبارة من المحرك نظام كواترو الجديد للدفع الرباعي مزود بتكنولوجيا فائقة كتجهيز ستاندرد إيش بيسوي هذا النظام؟ ببساطة يقوم بفصل الدفع الخلفي عند عدم الحاجة له ويمكن للنظام إعادة تشغيل الدفع الخلفي بصورة استباقية لمن يلزم الأمر ومن شأن هذا المفهوم الجديد أنه يرفع مستوى الكفاءة دون خفض قوة السحب أو المساس بديناميكيات القيادة كمان بيساهم نظام الدفع الرباعي الدائم كواترو في التوجيه الرياضي لمن بيقوم أثناء القيادة العادية بتوزيع قوة المحرك على العجلات بالتساوي تقريبا مع انحياس طفيف للمحور الخلفي وعند ضرورة بيرسل حصة الأسد من القوة إلى المحور ذو الجر الأفضل وكمان بيفعل التحكم بعزم دوران العجلة على جميع أنواع الأسطح وعند المنعطفات القوية بيقوم البرنامج بتفعيل فرامل العجلات الداخلية قليلا وهذا بيسهل انسياب السيارة في المنحنة والابقاء على استقرار التوجيه ودقته في جميع الأوقات المقصورة الداخلية في الاسكيو فايف بتوفر مستويات راحة جيدة جدا لخمس أشخاص وفعليا بتتفوق السيارة على الطراز السابق والطرازات المنافسة من ناحية الأبعاد الرئيسية طبعا بتصدر المقصورة الداخلية الأودي شاشة عالية الدقة بمقاس 12.3 بوصات كتجهيز قياسي للاسكيو فايف واختياري للكيو فايف العادي أيضا بيجي الطراز اسكيو فايف بوحدة تحكم جديدة لنظام ام ام اي كتجهيز أساسي مع تحكم باللمس من خلال لوحة تحكم باللمس اللي هي ام ام اي اول انتاج وخاصية البحث النصي الحر والتحكم الصوتي باللغة الطبيعية فيه كمان شاشة العرض الامامية كتجهيز اختياري لعرض المعلومات الاساسية على الزجاج الامامي وخاصية التدليك الهوائي في المقاعد الاختيارية مع جهاز تكييف هوائي اوتوماتيكي مع واجهة مستخدم جديدة وتكنولوجيا عالية الكفاءة الراحة الكبيرة والممتعة بالمخصورة تستمدها اسكيو فايف من نظام التعليق اللي بيتمتع بمحاور خماسية الارتباط في الجهة الامامية والخلفية طبعا يوفر هذا التصميم المعقد مزيد من الثبات ويجمع بين خفة الحركة وتحسين الراحة ومن جهة تانية تتيح الوظيفة القياسية للتحكم بالمخمدات خيارات واسعة جدا تتراوح بين الراحة والداناميكية وتم دمج نظام اودي للتحكم المتكيف مع حالة الطريق في نظام اودي درايف سلكت اللي بتيح خيارات للتحكم بالمحرك والتوجيه وعلبة التروز تبترونيك والترس التفاضلي الرياضي الاختياري نجي لخلاصة التجربة طبعا سيارة الودي اسكيو فايف حقيقة هي اختيار حقيقي بيجمع بين الرحابة والقوة وجمال التصميم والتكنولوجيا المتقدمة خاصة النظام الكواترو العادي اللي تكون فيه المحاور الخلفية دائما فعالة وهذا النظام ساعة التجربة كان الشعور باهميته واضح تماما لان النظام بتميز بذكاءه الالكتروني اللي انعكس على تجربتنا للسيارة اعزائنا مشاهدين اشكروا لكم حسن متابعتكم واتمنى استعراض سيارة اليوم اودي اسكيو فايف الجديدة مودي 2018 كانت ممتعة ومفيدة وحابب اسمع رأيكم في السيارة الجديدة اسكيو فايف من خلال التواصل الاجتماعي لسعودي هوتو ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة وعدم كتابة رسالة نصية بأي حال من الاحوال لانها تفقدك السيطرة على السيارة خلي تركيزك على الطريق وقود بامان حياتكم وحياة الاخرين مهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة